اشتركوا في القناة على فتفقرة معينة واشرح فتفقرة معينة في برنامج أكسل وبعدها نتوجه إلى برنامج وورد ونطبق الدالة برنامج أكسل يتكون من أوراق كل أوراق بيها أعمدة بيها أسماء مثلاً A, B, C, D, E, F كل عمود إلى اسم حسب الأفجدية الإنجليزية وأيضاً يتكون من صفوف كل صف بأرقام مثلاً هذا الصف 1 2, 3, 4 وهكذا كل صف إلى رقم وتقاطع العمود مع الصف سيكون لخلية هذه الخلية تأخذ اسمها من اسم العمود زائداً اسم الصف يعني مثلاً هذه الخلية المحددة اسمها B2 ليش B2؟ لأن جاية من العمود B ومن الصف 2 فتكونت عندنا هذه الخلية اللي هي B2 وهكذا هذا مثلاً هذه الخلية G3 أو مثلاً هذه الخلية اللي هي D6 وهكذا هذه الخلية A1 أو A1 هذه الخلية مثلاً F1 وهكذا نفس الفكرة راح نطبقها بالجداول في برنامج Word طبعاً نضيف جدول من خلال إدراج جدول وهذا الجدول راح نضيف لبيانات مثلاً 50 20 30 40 وهكذا في هذه الخلية أريد أضيف المجموع طبعاً حتى أضيف المجموع بالخلية لازم أحدد الخلية اللي أريد أضيف بها المجموع ومن قائمة تخطيط أختار صيغة FX وعدنا هنا هذا الخيار بشكل افتراضي راح يخلينا هو Write Write يعني يجمعنا بشكل أفقي على اليمين راح يتنبأ البرنامج بالأرقام بالخلايا اللي بيها أرقام ويجمعنا ياها يعني لو اختارنا موافق أوتوماتيكياً راح يطلعنا النتيجة ولكن هذا بشكل افتراضي في حاله ردنا نطبق الدالة بشكل احترافي من خلال نجمع أسماء الخلايا اللي بيها الأرقام حتى يكون الجمع بشكل احترافي كيفية الطريقة طبعا نتحديد الخلية ومن تخطيط صيغة ومن ثم نمسح كلمة write ونكتب أسماء الخلايا اللي يريد نجمعها أو نكتب الامتدادات اللي يريد نجمعها امتدادات أو نكتب نطاق الأعمدة اللي يريد نجمعها طبعا احنا لو افترضنا أنه هذا الجدول رح نشبهها ببرنامج أكسل بجدول برنامج أكسل هذه العمود اللي هو A والعمود B والعمود C والعمود D وهذا الصف 1 2 3 4 فإذن الخلايا اللي يريد نجمعها اللي هن من A 1 إلى A B C إلى D 1 أيضا طبعا نغير إنجليزي الجمع رح يكون من A 1 وأخلي نقطي أنشارحها إلى D 1 رح يجمع لنا البرنامج من الخلية A 1 إلى الخلية D 1 وبعدها موافق وهكذا أقدر أجمع أي مجموعة خلايا من خلال تحديد أسمائهم بالنطاق في الصيغة موسيقى 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 اشتركوا في القناة